كنا وصلنا ان احنا بنقدر نعمل request ونقدر نستقبل response فهشتغل على response المراضي يعني يعني هو هو نفس الكود اللي احنا كنا عملينه كل شيء بس المراضي انا عادي استفيد من الكلام ده بشكل اكثر واقعية فانا هقول مثلا اف انا عايز اقول اف ان response.status code لو كانت لا تساوي 200 في الحالة دي انا تأكد ان فيه error يعني في مشكلة ما هتعوق ان البنات تشتغل فهقول له في الحالة دي هطبع اي مسج تفاهم ان في مشكلة هقول له get على employees has error ومعامل كونو كده ومعامل له status code مثلا افتح كوز كده ومعامل له يجيب لي بقى response status code بعد ا patience ومعامل الكلام ومعامله selonan ده في حالة ان فيه اي error else مفيش ارع الهرار هبدأ بقى اشتغل شغل تانى خالص اللي هو شغل بقى العرض اللي هو الدنيا تمام اللي هو الدنيا تمام وانا محتاج ان انا اشتغل ايه محتاج اعرض بقى البيانات اللي جاتلين طبعا البيانات اللي جاتت اللي ام سمينها response طبعا ام سمينها response انا محتاج طبعا عن عبارة عن array فانا عايز اشتغل عليها فهم اعمل ايه طبعا لو عملت print response كله زي ما كنا كتبين يعني response تكي الصورة منها كله ده خليه خليه يعني خليه موجود خلو لك انها مطابعين في المسالة فات مش مهمة خلينا هنا في الشغل عظيم فانا عايز اعمل مثلا dope فهقول له for وهعمل variable اسمه in مثلا وعاوز اقول له in response طبعا هو مش هافة من response مش هافة من response لان response كما تعلمين جايز json فهو عشان جايز json لازم نحوله فاحنا عندنا اصلا ام عمي import json صح والله فانا ممكن من json اقدر احول الكلام ده اقول له json.a loads والloads هتحول لي response اللي موجود تمام json.txt انا عايز تكست الداخلي مش عايز الobject تكست اللي موجود ده في النتيجة اللي جايزة قلي خلاص عملت لها json loads فهتستحول معايا لدكت دكت بتاع باكد البيثون وباكده الام بيبقى اول عصر اول object ثلاثة ثانية ثلاثة 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 object ثلاثة object فكلها هعمل اه مافيش عندي مشكلة كلها اقول له print أطبع مثلاً أطبع حاجتين منه مثلاً لو أنا عايز الشكل يعني To columns كده ولا حاجة فأقول له مثلاً أنا عايز أطبع ال name أسمع الموظفين مثلاً وأعمل tab كده وأقول له مثلاً for example مثلاً و حلو لو هنبع بعضها كعنوان أبقى أحطه قبل اللوب تمام أحطه قبل اللوب وبعد كده أجي هنا جوه اللوب بقى ما أعمل إيه؟ أطبع على نفس المستوى ده أنا عايزي بقى من اللوب أعاوز أن أنا أطبع ال name أجيب ال name إزاي وما يقول له imp وجوه ال name أنا محتاج ال name عادي أكيد نقريه عادية جداً فأقول له وجنبيها أحط اللي هي taba t وبعد td أنا عايزة أطبع مثلاً salary فأقول له mp of salary طبعاً أنا بوفر طبعاً إن أنا نكتب بيتي الحاجات ونصق العرض وتعالى إن إحنا أخدنا كلام ده قبل كده أنا بس مجرد إن أنا بوريك بقى في شكل json والapi يعني بركز على الجديد واللي إنت خلاص استوعيك تقدر تعمله إن شاء الله في البروجيكت اللي هيتطلب منك آخر الجزء لأن كل آخر كل جزء في الكورس إنا بنعمل إيه؟ بنعمل زي بروجيكت بيتطلب من الناس فأنت هتعمله إن شاء الله توسع بقى بكل أفكار اللي إنت أخدتها اللي هي طبعاً الإم بالسالري لأنه هاتي لأنه أنا حاولته فأتحول اللي في الواتفاتره ما مش مشكلة ممكن نحوله بالفونكشن بتاعة str عشان يتحول إلى نص عشان أقدر أدمجه مع النص الكامل ويتعرض بشكل منصق فأجي عمل رن تاني هذا ينور عليك فأتلاحظوا قادي ليه؟ قادي النام والسالري وبدأ يدريبها طبعاً عشان بس في أسماء طويلة مش مشكلة ممكن نعمل التبتل كده عالسريع عشان تبقى الدنيا تمام في العرض يعني طبعاً بياخد ثواني كده على ما يروح للسبر ويرد قادي شكل البيانات قادي البيانات الموجودة عندي وقادي الـ سالريس طبعاً أنا أخدنا الـ ونظبط لحيط الـ ممكن تبقى ترجع له في حاجة تانية لكن كده هو قادي شكل البيانات الموجودة عندنا وقدرنا نجيبها من السيرفر وقدرنا نستخدم الـ ترجمة نانسي قنقر